السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد. تم الاعلان رسميا على المنصة الرقمية لانتقاء المشاركين في عملية الاحصاء اللي غا تكون في الشهر تسعود الفين وربعة وشرين واللي بغا ينضم ويشارك في هاد العملية دي الاحصاء يشاهد هاد الفيديو راني شرح فيها بزاف دي المعلومات وكذلك موضح فيها التعويضات المالية اللي غا تتاخدوها فهاد فهاد الاحصاء ده اللي غا تكون لمدة دي الوثلاثين يوم كذلك اه اه شرح اه اغلا نشرح لكم طريقة ملأة الطلب الترشيح فهاد الاحصاء وكذلك الناس اللي هما اه معنيون بالمشاركة فهذا الاحصاء والوتائق اللي هي مطلوبة باش انكم بتوجدوها قبل ما انكم اه تملقوا الطلب ديلكم دي الاحصاء وكذلك الكيفية دي الانتقاء المشاركين فهذا الاحصاء. اذن بالنسبة الاخر اجل باش انكمpted ملقوا هذه الاستمارة هذه اللي غا عنش لكم في هاد الفيديو اخر اجل هو 27 شهرجوش الفين وربعة وعشرين اول شي اغضي تعرف عليه نتعرف علها التعويضات المالية اللي هي غاضي شدوها المشاركين في هذا الاحصاء. اذا الاحصاء غد يبدأ من واحد شهر تسعود الى تلاتين شهر تسعود الفين وعشرين لمدة دلو ثلاثين يوم. بالنسبة للتعويضات اليومية ما بين ميتين وخمسين درهم حتى الخمسمية درهم يوميا. ميتين وخمسين درهم حتى الخمسمية درهم يوميا اللي هي كالطرع وفضك الشهر غادي ياخد المشاركين من س Matte000 وخمسمية درهم حتى الخمسة Judge LXL اذا بالنسبة كذلك للشباب اللي غادي يشاركوا فهد اول le غادي يملقوا الاستمارات وغايتسننوا الانتقاء دلهم وهو غادي يتقبلوا فاد الانتقاء هذا اللي غادي يدوز واحدة التكوين قبل ما يبدو هذه المشاركةıp هذه الاحصاء هذا قبل ما يبدو فيه. غادي يدوزوا واحدة تكوين اللي هو تكوين حضوري اه اللي غادي تكون تعويضاً دلو ما بين ميتين درهم حتى لخمسمائة درهم يوم يعني. اذا بمنسبة لهذه التكوين هذا راك تكون فيه تقريبا عشر ايام خمستاشر يوم عشر يوم يعني لحسب التكوين ديالك وعلى حسب كذلك الطبيعة ديال المشاركة في المهام. احتكينين ثلاثة ديال المهام اللي هما آآ باحثين في هذا الاحصاء هذا او لا تكون مراقب في الاحصاء او لا تكون مشرفة جامعي في الاحصاء. يعني لحسب لاش انت بفاتي لهذا لمشاركة ديالك. اذا الان غضي نتعرف على الشروط اللي هي لازم تكون يعني آآ في هذا الشخص ديالي غضي يشارك في هذا الاحصاء هذا. اذا الشروط اذا كنت من من الاشخاص البالغين من العمر عشرين سنة على الاقل. يعني الاقل تكون عندك عشرين سنة فما فوق. تكون عندك عشرين سنة فما فوق في فتح يناير الفين واربعة وعشرين. وتنتمي الى الاحدى الفئات المشاركة. يمكن تقديم الطلب ديالك للمشاركة كباحثة او لك مراقبة او لك مشرف جامعي في احصاء العام للسكان والسكنة المقرر اجراؤه في شوتندير الفين وربعة وعشرين. اذا بالنسبة للشباب اللي هم عندهم. على الاقل تكون عندك عشرين سنة يعني ما تكونش قل من عشرين سنة. عشرين سنة فما فوقها وتكون اه اه يعني بالنسبة لمستوى الدراسي الطالب او طالب المستوفين اه سنتين من التكوين بعد الباكالوريا. اذا تكون عندك اه اه التكوين كذلك بالنسبة للشباب اللي عندهم التكوين بعد الباكالوريا. باك بلس دو او ولا او تكون حاصل على على الاقل. تكون عندك باك بلس دو على الاقل. وكذلك بالنسبة لموظفون الموثن ومتقاعدون بالقطاع العام. يعني الناس اللي هم عندهم تقاعد ولا ي���يل ناس اللي هما موظفين في القطاع plein عام اه اه كانت هم عندهم الحق انهم يشاركوا هذا الاحصاء. اذا بالنسبة للمراحل اللي هي مراحل الخاصة بالانتقاد. المراحل اللي خاصة بالانتقاد رأيها خمسة دل المراحل بالنسبة للمرحلة الاولى اللي هي التسجيل في هذا المنصة هذي عبر هاد المنصه. اللي غادي نمل اهدى المعلومات الخاصة بهذا يعني نبات الاستماره هذي. اول شي قد يدير وهو تملقو الاستماره. بعد ذلك من اللي غادي تملؤوا الاستمارات غادي إجيكم يعني القبول دي الإنتقاء الاولي لإجراء التكوين عن بعد يعني التكوين اللي وليكن يكون عن بعد يعني في منسبة لد الانتقاء الاولي ومن اللي غادي تمروا للمرحلة الثالثة غادي إجيكم كذلك لإيميل في البريد الإلكتروني دي لكم باش أنكم تدوزوا الانتقاء دهوز التكوين يعنى يعطيكم العضاء وقعطيكم التوقيت دي التكوين لانه غد يكون عين بعد. هيكون بار انترنت. اه من اللي غدتدوزو هدل التكوينة وتنجحوا فيه? وغد اه اختاروكم غدتدوزو المقابلة دي الانتقام. طب تلحو هذه المقابلة هذي لكتكون حضورية اه يعني اه اه قددوزو هذه المقابلة هذي من اللي غدتنجحوا في هذه المقابلة كتمروا للمرحلة الاخيرة اللي هي التكوين الحضوري. اذا فهذا التكوين الحضوري هو فشكة تاخده هادك التعويض اللي هو يكون ما بين ميتين درهم حتى الخمسمية درهم في اليوم يعني لحسب شحال في فهذا التكوين هذا وش في آآ سيماناء في جوش السيمانات في عشرين يوم في خمسة عشر يوم في على حسب شحال في ديل 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 الايام. اذا هذه هي المرحلة ديل الانتقاء المترشحين. بعد ذلك هناك يعني المهام يعني على حسب كل مهمة يعني لا 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 يعني الاختيار ديك المهام اللي غد تديره. كين ثلاثة ديال المهام. كين المهمة اللي اللي هي جميع المعطيات لدى الانصر يعني لحسب انك وش انت باحث يعني كين الباحث وكين كذلك المراقب اللي وغدي دي المراقبة جودة المعطيات المجمعة. او لا غدي تكون مشريف مشريف جامع يعني غدير تنظيم العمل في الميدان كمشريف جامعي. يعني هدو هما ثلاثة ديال المهام يعني كل واحد واش من مهام غدي دير في هاد الاحصاء. اذا الان غنشوفوا عشنو هما الوتائق المطلوبة للإدلاء بها للمشاركة. عشنو هم الوتائق اللي خاصة توجد. يعني في هاد التسجال. اذا اولا تكون عندك البطاقة التعريف الوطنية وتكون عندك الدبلوم المحصل عليه. او الشهادة للنجاح بالنسبة لي حامل الديبلومات او الشهادات. ولا تكون عندك شهادة النجاح يعني في السنة الثانية بعدها الباكالورية بالنسبة للطلبة. اذا منسبة للشباب لهم وباقي انت يقرأوا. وعندهم شهادة للنجاح في السنة الثانية بعد الباكالورية يجبوا معهم رهيئة مقبولة. كذلك تكون عندك صورة فوتوغرافية يعني صورة تكون عادية فوتوغرافية. وترخيص بالنسبة للناس اللي هما موظفين في القطاع العام. ماشي في القطاع اه الخاص. في القطاع العام. الناس اللي هما موظفين في القطاع العام. يجبوا معهم واحد الترخيص اللي يجبه من الادارة. والقارار دي الاحالة على التقاعد بالنسبة للناس اللي هما متقاعدين في التعليم في 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 القطاع العام اللي وفي في الجامعة الحضارية. المهم. الناس اللي هما اه واخذين التقاعد يجيبوا معهم هذا القارى دي الحالة للتقاعد. كذلك الالتزام مشهود على صحة الانضائه من طرف السلطات المختصة ويشفع بالنسبة للموظفين بمرافقة رئيس الادارة التي ينتمون إليها. إذن هذا الوثائق قدروا يجيبوا معهم بالنسبة للموظفين. وهذه الوثائق كلها ستجمعهم و ستسكانهم و يكونوا صفور من البي دي اف. فهذه المرحلة هذه سنمر المرحلة دي التسجال. إذن من لا ستوجدوا هذه الوثائق. هذي آآ نحتاجهم في المرحلة دي الاتجاب. إذن هنا السؤال الآخر اللي هو هل يمكن لي إلا بشهادة النجاح بطبيعة الحال الناس اللي هما عندهم آآ آآ شهادة النجاح عوض الدبلوم. هذي كان اللي واخد الدبلوم كان اللي عنده غير شهادة النجاح. رأى مقبولة بنسبة للشروط لي آآ آآ أن تكون الشهادة تبيته سنتين بعد الباقروري يعني تكون عندك عامين بعد الباقروري مسلمة من طرف المؤسسة الجامعية ومؤسسة التعليم العالي آآ 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 الغير التابعة ومؤسسة كذلك يدل التكوين أوطر العليا وكذلك يكون مؤسسة ديل التكوين المهني الناس اللي عندهم آآ آآ ديبلومات تيل فالي آآ آآ قانين في التكوين يعني في ليسترا. إذن هنا آآ آآ كيف يتم الانتقاء. إذن هنا بنسبة الانتقاء كيف قلت لكم الانتقاء يكون أمرها. أربعة دي المراحل. يعني بعد ما أنك كتدوز أو كتملأ الا الاستمارة اللي هي هادي. رأى قتمر لهذا المراحل اللولة اللي هي مرحلة الانتقاء الأولية. هذا المرحلة دي التكوين عن بعد. هذا المرحلة دي المقابلة الانتقائية اللي هي كتكون حضورية. عاد كتكون هناك التكوين اللي كتتقبل في المرحلة دي المقابلة الانتقاء. يرى كتمر المرحلة دي التكوين الحضوري وكتجي كتحضر في هذيك المدة دي التكوين أنكم توروكم كيفاش كتقديروا للإحصاء كيفاش كتملؤوا المعلومات واليزابليكاسون اللي غضي تخدموا فيهم باش أنكم تملؤوا هذه المعلومات تكون في البلاصة دي لهم صحيحة. إذن بهالطريقة هذي آآ يعني كتتقبلوا في هذي الإحصاء هذا وكذلك كتكون عندكم محطة التعواج اللي يتراح ما بين مئتين درهم حتى خمسمية درهم لليوم. يعني لحسب المدة دي التكوين. إذن آآ يعني بالنسبة للمراحل هذي آآ قد توصلوا بالرسائل النصية عبر البارد الإلكترون اللي غادي تسجله في يعني في المرحلة للتسجيل في منصة الإلكترون يعني في في الاستمارة. يحلو أنكم لو قد تفاجأت تسجيل في الاستمارة حطوا الإيميل يكون صحيح يعني ما يكون الإيميل اللي كان في التليفون دي للكم باش كل مرة آآ طالعوا على البوط ميل دي للكم باش نضغط على طلب الطرشاح بالطريقة هذي غادي دينا مباشرة لمعلومات دينا باش نملؤوا هذي الاستمارة هذي اللي غادي نحط فيها المعلومات دينا اللي يصححها في الأخير غادي نضغط على تأكيد التسجيل. إذن الآن غادي نضغط على الطريقة. إذن بالنسبة لكي بقيت لكم الآخر أجل أنكم تسجلوا في هذا الهد 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 الهاد الهد 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 ال اضعوا الرقم للبطاقة التعريف الوطنية في هذه البلاسة وهنا تاريخ الازدياد طبيعا حاولوا انكم لا يكون لعمر لكم قل من عشرين سنة اللي اشفنا في الشروط اذا يكون عشرين سنة ثماء فوق هنا اضعوا تاريخ الازدياد دلنا هنا الجنس الذكر او لا انت يعني لحسب الشخص الذي يدفع هنا العنوان السكن الشخصي دلنا اللي هو في انساكنين بالضبط وهنا اش من حي في انساكنين العنوان الشخصي هنا الجهة للعنوان الشخصي على سبيل المثال غادي نختار انا مثلا اه الدر البيضاء اه استاط وهنا غادي تختار فينا البلاسة شو من عمل او اشي اقليم مثلا اه المحمدية وهنا غادي تختار الجامعة مثلا عن حرودة على سبيل المثال هكا هذه الطريقة يعني كما انك تختار البلاسة مثلا انا نختار مثلا المراكش اسفي انا اختار مثلا اه الصويرة انا اختار الجامعة يعني هنا للمراحل هما هدو هنا في هذا المكان نختار الرقم الهاتف النقل يعني نمرة التلفون بطريقة هذه ما تشكل هذا اذا هنا غادي نجي ونختار المستوى الدراسي يعني اقل من باك بلس دو الناس اللي هما باقين اه تقرأوا في يعني عندهم باك ولكن ما زال ما ما كملش الدراسة ديلهم بعد الباكالوريا يعني يعني كيختاروا هذه الناس اللي عندهم باك بلس دو كيختار هذه الناس اللي عندهم اه يعني الديبلوم ديل مثلا كمحاسيب او مثلا كافتيار او في الاقتصاد يعني اذا في اي دبلوم بعد الباكالورياك يختاروا باك بلس دو او النس اللي لديهم باكBOB plus terwa يختاروا باك بلس دوا والنس اللي لديهم باك بلس دوا يعنيinet حسب ما باك commission ما كيف علم باك تختار او باك بلس دو بطريقة هذه وكياجرس هناك بتختار المجال للدراسة ديها كماش العلم تلك لالاداب العلم الإنسانية والدراسة الإسلامية للااقتصاد التسيير والتجارة والعلم القانونية ما يعنيت انشظة بالمجال師 هنا إليك تدير آخر يعني لحسب ما يوجد في الدراسة عن سبيل المدى نختار الاقتصاد والتسيير بالنسبة لهنا سوف تختار المؤسسة الدراسة ومؤسسة جامعية وكلياتها يعني لحسب ما أخذتي آآ يعني هذا يعني هنا وفي المؤسسة الجامعية في مؤسسة التعليم العلي العالي غير التابعة للجامعات المؤسسة المدرسة تكون أطور العليا أولا بنسبة الناس اللي هم عندهم آآ مؤسسة ديل التكوين المهاني على سبيل المثال ولا في المؤسسة الجامعية الخاصة أن نختار ما ترى أن التكوين مهاني على سبيل المثال هنا المهنة والوضعية الحالية واش انتهاء آآ موظف بالقطاع العام آآ مستخدم بالقطاع الخاص بدون عمل وحاصل على ديبلوم أولا باقي انتهاء طالب يعني باقي قد قراء أو لا متقعد بالقطاع العام إذن اختار 不對 موظف بالقطاع 2015 وعلى طالب إن اختار هنا دي polsk على سبيل المثال سوف نختار طالب البطار الجامعة اذا اختارتي طالب اما اختارتي مثلا انا مستخدم في القطع الخاص او في القطع العام بالطريقة هذه تختار لها ادي المشغلين في انت تشتغل يعني في هذه البلاسة هذه كلها وزارة ان كلهم وزارة ركاينين وزارة تعليم وزارة الداخلية في وزارة الفلاحة اي وزارة انت تخدم فيها مثلا انا اختارت بيديو نعمل وحاصل على ديبلوم اما بالنسبة للناس اللي هم متقاعدين بالقطع العامل قد تختارها وقد تشوف اشمل وزارة انت اخذتي فيها التقاعد اذا انا اختار مثلا بدون عمل وحاصل على ديبلوم هنا قد نجيو الهيلات والتجربة المهنية في المجال البحوط الاحصائية اذا هنا ستجاوبوا على بعض الاسئلة اللي هي خاصة بدل الاحصائر نسبة للسؤال الول هل تستعملوا لوحة الرقمية حاسوب في حياتك اليومية اذا في الحياة اليوم وشك تستعمل الكمبيوتر او لوحة الرقمية بحل الطابلت يعني كتدر عدة مرات مادنين في اليوم مرة واحدة بالاسبوع مرة واحدة بالشهر لا ابدا يعني من الاحصان نجيو عدة مرات في اليوم وهنا ما هي دواعي الاستعمال للك الرئيسية للوحة الرقمية والحاسوب وش نتهي؟ اه اه اخدام بهم يعني اخدام بدل الحاسوب هذا اللي تستعمل كل يوم او اه اه طربوية التعليمية اللي تقرأ في الكمبيوتر اللي تدير الطرفيه مثلا عندك في الدار مرة ما لا تطلع عليك ما حقا مثلا يعني طربوية او تعليمية للك المثال نخدام في عنديك الهجة للكمبيوتر في الخدمة اه كتتخدم فيه كتتدير مهنية انا اخدامين في البيساي وشكه مإنكي بتطابليت مثلا ندير مثلا نديرها عن سبيل طربوية او تعليمية هنا اقل لك هل سبقا انا تابعتها او انا هيت تكويناً مع معنبود الى جنطة مثلا اخذي شيء تكويناً عن بعد يعني في في الانترنت خديتي شي شهادة مثلا ديل اللغة ولا مثلا شي تكوين ديل شي اه اه فورماسيون كتدير نعم بشهادة مثلا هنا او لا اه نعم بدون شهادة او لا لا معني ما الناس اللي ما عنده شي تكوين رامك يديروا لا ندير على سبيل الميتة لنا ندير لا هل شاركتها في الاحصاء العام للسكنة والسكان لسنة الفين وربعطاش اللي هو اخر اه اه احصاء الدار اللي هو ديل الفين وربعطاش واشدجا شاركت في نعم ام لا انا غاندي ندير لا الى شاركت في دير نعم انا كتدير با اي صفة هدو ما الصفة مشرف مراقب مراقب ولا باحث مثلا انا غاندي ندير لا الى دير نعم لا تختار مشرف ولا مثلا مراقب ولا باحث انا غاندي ندير انا لا هل سبق لك ان شاركت في تجميع بيانات بحث احصائي في الميدان الى فايت شاركتي مثلا من طرف المندوبية السامية للتخطيط او لا تم اعداده من طرف حيئات اخرى انتران لا هل يمكنك التواصل مع المتحدثين باحدة اللغات التالية يمكنك الاختيار اكتر من اللغة مثلا واشي يمكنك انك اذا لمشيت مثلا نختارينك واشي يمكنك انك تتحدث بات اللغة هذه الاجنبية باللغة الفرنسية على سبيل المتال نختارهاك او لا باللغة الانجليزية اذا لديك لغة اللغة يمكنك انك تتحدث لغة بطريقة او لا اسبانية على سبيل المتال نختارنا غير مثلا نختارنا عن الفرنسية انا كان نهضر بالفرنسية يعني يمكنك ان نتحدث باللغة الفرنسية اذا لقدت شيء واحد مثلا نقدر له الاحصاء نهر الاحصاء اطلقت مع شيء واحد اجنبي نقدر نهضر بالفرنسية او هل يمكنك التواصل مع الاشخاص الذين يتحدثون باللغة التي هي تمازيغ التشلحية التريفية الحسانية او الدرجة المغربية نعم الدرجة المغربية مثلا او لا تشلحية او لا اضرب الشلحة او او مثلا نهضر كذلك بالريفية اختاروا انتم الاختيار لا تضرب هنا بنسبة لجماعة التي يمكنك العمل بها هنا فينا يمكنك نسيتي متعين بجماعة الترابية على الصعيد الوطني حسب الحاجيات المطلوبة يعتمادا بالأساس على جامعة مقر السكنة أو جامعة مقر العمل أو الدراسة أو عدة الاقتضاء جامعة أخرى تحبّد العمل فيها يعني المكان للتعيين في مغيتي أنك التعيين في المرحلة اللولة ستختار المقر السكنة يعني لكي لا تنمشي بعيد لا يصفتك للبلاثة بعيدة في المرحلة الثانية مثلا ندر ندر جامعة يعني الجامعة المقر ندر جامعة أخرى وهنا در جهات مثلا في جهة أخرى مثلا لقريبة لك في المؤسس في الجهة ديك مثلا نختار الضالب نختار مثلا ندر مثلا محمدية وندر هذه الجامعة مثلا جامعة ديلي أنا على سبيل المتال في المرحلة الأخيرة هنا إنشاء حسابك الخاص على المنصة إذن بالنسبة للمرحلة هذه مرحلة مهمة جدا إذن هنا إذا حطيت البارد الإلكتروني تصحيح هنا أين ستأتيك هذه المراحل الإنتقاء التي رأينا في الأول وهنا فيهم خمسة المراحل هذه المراحل أين ستأتيك كلمة السر يعني كلمة السر يعني المتباس هنا وعود المتباس هنا هنا هذه أدو أدو لكي تدخل لهذا الموقع هذا إذن في الأخير ستضغط على هذه المرحلة بوتون أشهد على دقة المعلومات الصحة للمصرح بها أهلا وفي الأخير ستضغط على تأكيد التسجيل نضغط على تأكيد التسجيل كنمر للمرحلة الثانية التي تأتيك واحد الرسالة في الجيميل التي تقول أن التسجيل تم بنجاح ستذهب إلى البارد الإلكتروني وستجد رسالة التي ستأتيك من دبيدي التخطيط فيها الرابط الطويل لتأكيد التسجيل درعو أنك تضغط على تأكيد التسجيل لكي تدخل المعلومات التي هي الإيميل التي تسجلت به والبارد والكلمة السر يعني الكلمة السل التي تتشجلت فيها هنا لدخلت المعلومات هنا ستأتيك واحد الرابط الذي يوجد دخل للبارد الإلكتروني والدخل لكلمة السر وكذلك في المرحلة الأخيرة التي تدخل الملف الترشيح الذي رأينا في الفيديو الذي يوجد البارد للبطاقة للترشيح وفي الديبلوم وفي الصورة الفوتوغرافية يعني هذك التي تقوم بسكان على شكل pdf يعني هذك هما المعلومات الملف الترشيح الذي ستدخل في المرحلة الأخيرة في هذه البطاقة ستضغط على إرسال الملف بطريقة التي ستسجل في الأخير وستسنى الرد عن طريق الإيميل لك في هذه المراحل التي ستكون خمسة المراحل التي رأينا من قبل وهذه وهذه خمسة المراحل في المرحلة التي رأينا الآن التي أغمر الاستمار التي في المرحلة الثانية ستضغط الوقت التي ستضغط وضع موصف ستسنى المرحلة التي هي الانتقاء الأول وفي المرحلة الانتقاء الأول سترشل لك الإيميل في الإيميل بعد ذلك ستسنى المرحلة التكوين عن بعد ستضغط الإيميل من ستضغط المعلمات لك ة المعلمات لا ستسقط وان المعلمات لهم وهci الانتقاء ternic بعض السن ثاني ف ستسقط لك المرحلة المرحلة الواقع المعلمات التقي ستسقط في الإيميل يعني كل شيء brut بين هذا الجيميل وهذا ما يبقى هنا في هذا المكان هذا الجيميل يiblesك بكل شيء بدون هذا يтак لم� merged للتنزيل كان لكي تمتلك كل شيء بدأت انك تعزب المقابلة للهي وبذلك توصل مع المقابلة للهي في الأخير ثم سيعتغل وهي هو المرحلة للتكوين الحضوري التي ستحضر فهذا التكوين الحضوري الذي قلت لكم فيه للتعويض المالي لوقيت التراوح ما بين 200 درهم حتى 500 درهم في النهار يعني هذا التكوين سيكون هو التكوين الأخير الذي سيتكون فيه و الذي سيتعرف فيه طريقة كيف سيتفعل الإحصاء كيف سيتطلقها مع الناس و سيتأخذ المعلومات لهم و سيتخدموا فيهم و سيتعطيكم المندوبيا السامي للتخطيط و سيتوجدتك المعلومات وتوجدتك التكوين و سيتكمل التكوين بعد ذلك سيتبدأ الإحصاء الذي سيتبدأ في الشهر 90 عامين من 1 سعود 2024 حتى 30 سعود 2024 في 30 يوم و كذلك سيتخطيط التعويض اليومية التعويض المالية لما تطرح ما بين 250 درهم حتى 500 درهم في اليوم هنا يلحص الطبيعة للمشاركة ديرك أشمن ما هنشاركتوه كباحيت أو كمراقب أو لكم مشرف جامعي إذا ندوم المعلومات الخاصة بهذا الإحصاء هذا اللي هو آخر أجر بستجله فيه هو 27 شرع 2024 هنا ندوم المعلومات و سيخلل لكم الرابط لها الطلب الترشيح حادي للاستمار باش أنكم تعمروا هنخلالكم في أول تعليق نتمنى لكم التوفيق ما تنسوا الضغط ولا زر لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصل بكل جديد دونكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة